تمثيل المعادلة الخطية بيانياً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلاب والطالبات بعد حل هذه المسألة والوصول إلى نتيجة الرسم البياني اليدوي هذا ونتيجة قيم الصادات المكتوبة في الجدول الظاهر أمامكم وذلك من خلال تعويض قيمة السين والتي تمثل عدد السيارات التي بعها أيمن في المعادلة لتظهر لنا قيمة الصاد التي تمثل الدخل الشهري لأيمن ومن المعادلة ينبغي على أيمن بيع ثلاثين سيارة لكي يحصل على دخل شهري بمقدار 21 ألف ريال وسوف نتحقق من دقتها باستخدام برنامج الجيوجيبرا فابقوا معنا أولاً أعزاء الطلاب والطالبات من محرك البحر يمكننا الوصول إلى برنامج الجيوجيبرا في أعلى يسار الشاشة توجد أيقونة كتابة الأوامر وبالنقر عليها يمكننا كتابة المعادلة التي تمثل قيمة الصادات هكذا بالضغط على زر تصغير الرسم البياني في أسفل يمين الشاشة زوم آوت يظهر التمثيل البياني في الرسم البياني بالبرنامج وبالنقر على زر الإعدادات في أعلى يمين الشاشة في محور الفاصلات المحور صاد إكس تكون القيمة تساوي واحد تعديل القيمة حتى يظهر التمثيل البياني بشكل أوضح بعد ذلك نقوم بكتابة النقاط من الجدول السابق وذلك للتأكد من أنها تقع جميعها على خط التمثيل البياني للدالة الآن نكتب النقاط بالاستعانة بالقيم المحددة في الجدول السابق الخاص التي تمثل أزواجا مرتبة سين عدد السيارات التي باعها أيمن صاد قيم الدخل الشهري لأيمن تظهر النقاط في الرسم البياني بالبرنامج وكما نرى من هذا التمثيل تأكدنا من صحة تمثيلنا لبيانات هذه المسألة والتي هي مطابقة لتمثيلنا اليدوي لها والآن ننتقل لتقدير عدد السيارات التي ينبغي على أيمن بيعها للحصول على دخل شهري بمقدار 21 ألف ريال في نافذة كتابة الأوامر نكتب معادلة ثم يظهر الخط الأفقي بالنقر على نقطة تقاطع الخطين الخط الأفقي والخط المائل قيمة سين تساوي ثلاثين وقيمة صاد تساوي واحدا وعشرين ألفا وكما نرى من هذا التمثيل تأكدنا من صحة تقديرنا لعدد السيارات التي يتم بيعها للحصول على هذا الدخل شكرا لمتابعتكم